وإحنا كمان دايماً بنتكلم عن أصحاب السعادة وبنتكلم عن المقبينة على الزواج وبنتكلم كمان على اللي بيجددوا حياتهم ولو كانوا تزواجوا ومر مدة على زواجه وإحنا كمان وأنا كنت لساً بارح كنت بتكلم المقبينة على الزواج في برنامج المقبينة على الزواج في دور الإفتاء المصرية وكنا بنتكلم عن جملة من المهارات المهمة جداً جداً للمتزوجين وخاصةً للمقبينة على الزواج كمان في مهارة كده مستخبية في الدرق حادش بيلتفت إليها والناس بتعتبرها مهارة كده زي الميا محادش بيركز معها قوي لكن المهارة مهمة جداً 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 لما بتغيب ممكن زي ما بقولوا كده ممكن تفسد أشياء كتيرة هي مهارة بتسري في الحياة زي وجهة زي الميا في الورد وعشان كده إحنا نحتاجين نأكد عليها شوية لأن الورد من غير ميا يجف وينشف وما يبقاش فيها أي حاجة تنفع فيه وخلي بالكم أن الميا بالنسبة للورد هي الحياة واجعلنا من الماء كل شيء حي إيه المهارة اللي عاملة زي الميا ديته مهمة مهارة مهمة جداً 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 مهارة دي هي مهارة ايه؟ فن اختيار الوقت المناسب أنا لما قلت بس كده الناس قالت آه والله لو اخترت الوقت المناسب أنت احتمال كبير جداً جداً أن أنت تتغلغل في قلب شريك حياتك ولما اخترت شو لوقت المناسب إلا حاصل أوقات كتيرة ممكن تستدعي أشياء كتيرة تستدعي مخاوف وتعمل أشياء كتيرة ممكن توصل بيها إلى أشياء غير مرضية الوقت المناسب مش بس للكلام بالمناسب الوقت المناسب كمان لتقديم الدعم أنت لو قدمت الدعم في غير وقته ممكن على فكرة ما نوصلش أن أنت واقف جنب شريك حياتك لو كمان قديت النصيحة في غير وقته أو حتى عملت الطلب المطلوب منك في غير وقته يعني يقولك ده تأخر أنا طلبه أشوف من إمتى أنت جاي بعد إيه توقك ما فتكرت فالواق اختيار الوقت المناسب دي مهارة مهمة جداً جداً حتى في إظهار الحب والتعبير عن الحب على فكرة في ناس كتيرة بيبقى اختيار الوقت المناسب ساعة مكلمك وهو دمعته على خده هو ده الوقت المناسب اللي أنت تقدمه فيه تظهره حبك لو أنت انشغلت وبعد كده قدمتله هتلاقي بيبتسم لك اللي ابتسمة الصفرة دي طيب شكراً وكأن حاجة ما حصلتش ولذلك المهارة دي اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيربي أصحابه عليها حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان صحاب يقوله كان يتخولنا بالنصيحة يعني ايه يختار الوقت المناسب للنصيحة ويقوله حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وده شيء مهم جداً 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 إزاي تختار الوقت المناسب ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار الوقت المناسب وقال للمرأة اسبر يا مرأة ده كان الوقت المناسب فمسمعتش الكلام المرأة فإنه اللي حصل فجات بعد كده فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى يعني رسول الله كان بيقول لها الكلام في الوقت المناسب مهارة وفن اختيار الوقت بمناسب مش خاص بالزوجة على فكرة فقط لكن الزوج كمان لازم يتعلم المهارة دي بالعكس أنا بقرأ أن الأزواج هم الأكتر احتياجاً لهذه المهارة ليه طيب؟ لأن المرأة بطبعها بتحب الأمان والأمان لو تساب ممكن في بعض الأحيان يتراكم يتراكم الشعور بعدم الأمان أشهر المواقف اللي بيظهر فيها احتياج الزوجة للمهارة دي هو وقت ما تكون عاوزة تحكي الجزء مشكلة ليه؟ قولوا أنتوا بقى عشان هي محتاجة تشعر بالأمان بتحكيه مشكلة أو بتطلب منه طلب زي مثلاً بتطلب منه فلوس عشان ما سوف البيت أو عشان الطلبات أو بتطلب منه طلبات الوقت ده مهم جداً جداً من هي تختار الوقت المناسب اللي تحكي فيه المشاكل أو تحكي فيه أو تطلب فيه الطلبات ليه؟ لأنه طلباته في غير وقتها هيتحول من طلب إلى ضغط وزمان كانت الأم بتعلم بنتها على فكرة المهارة دي وتقول لها لازم تعرفي أم تتكلمي مع جوزك وتطلبي منه فكانت المهارة دي مهارة أصيلة في الست المصري وبالمناسبة وزي كانت تقول لها إيه؟ أنت في الوقت ده لو طلبت منه هتاخد منه عينه لما تعرف الوقت المناسب هي مش بتعلمها إزاي تستغله لكن بتعلمها إزاي توصل لقلبه من أقرب طريق وبالمناسبة دي مش عبق على الزوجة ولا الزوج يعني المهارة دي مش بيتكلف الواحد أنه يبقى مركز طول الوقت لا 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 دي مهارة ممتعة مهارة في غاية البركة وتجعل الإنسان ودي من أهم مهارات الزكاء الزواجي أنا عندي مفهوم كده اسمه الزكاء الزواجي ده شوية أرقى وشوية أعلى من الزكاء الاجتماعي أو بعض الناس بيعتبروا نوع من أنواع أنا ممكن أصنفه على أنه نوع من أنواع الزكاء الاجتماعي يبقى لازم نكون وعيين لده فمثلا لو الزوج راجع من الشغل تعبان ويومه طويل وقد يكون تعرض لمشاكل في الشغل كتيرة فمش من مناسب أبداً أن زوجته أول ما تشوفه تحكي له مشاكل البيت والولاد وتبتدر تطلب منه فلوس ومصاريف وتقول له عايزين نخرج ونقعد نتكلم مع بعض في حل مشكلات البيت أو في حل المشكلات بعامة طب الحل إيه؟ أنها ما تطلبش ولا تعبر عن احتياجاتها ولا تعبر عن مشاعرها الجزء ولا تتكلم معاه وأن الكلام ده اللي بيحسسها بالأمان أكيد لا طبعاً لكن الستة بتكون عارفة كويسة إيه هي الأوقات اللي جوزها بيكون باله فيه رايع وعنده قابلية إذا طلبت منه أن هيها تاخدها زي مثلاً هندرب مثاله ومحدش ينزعج أبداً وهحد لو أن هي مثلاً طلبت منه بعد ما فريقه وكسب ماتش كورة لو أن هي طلبت منه بعد ما حصل أن والدته قالت له أنا شكراً جداً 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 على حاجة أنت عملتها لي ويكون هو بيحب والدته قوي أو حصل بعد لما حصل أنه عمل بازل مجهود والولد نجح فلابد أن هي تستنى للأوقات دي وتبتدي تتكلم معاه أو تطلب منه اللي هي عايزها في الوقت ده بشكل لطيف وساعتها هيقدر يتجاوب معاه ومش هيكون بأي شك من الأشكال ده هيبقى شكله عرض مشكلة بل هي هتكون ساعتها بتعرض أمور ممكن نتناقش حواليها ولاحظه غريبة أوي أنا بلاحظ في المركز الأشياء الزواجي أن هي لما بتختار ده حتى لو بتعرض مشكلة تلاقي زوجها رد الفعل اللي عنده المشكلة نزلت لأدنى مستوياتها ولذلك اللي احنا بنقوله دي ده مهارة دي تدخل في قوله تعالى وقوله للناس حسنة وتدخل في قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن يعني تعالوا ندفع المشكلات بالتي هي أحسن أن احنا نختار الوقت المناسب عشان نقول للناس الكلام ده ولذلك هتلاقي أوقات كتيرة بعد السعادة أو بعض الاحتفالات أو بعض العبادة الشرع الشريف يطلبك يطلب منك أن أنت تعمل تكليف ليه؟ وقت مناسب وانت فرحان بالعبادة يبدا ده شيء مهم جدا جدا ونفس الشيء على فكرة عند الزوج ما يجيش يلاقي زوجته وقفة في المطبخ وهي بتحضر الأكل وتعبانة وغرآنة في البصل والتوم والأكل وكل الكلام ده وإيه اللي حصل؟ يقولها أنا عايزة أقولك نصيحة كده بس أنت عارف أنا بحبك قديه ممكن تبقي تاخد بالك من مظهرك شوية يا رجل يعني هي على طول بيبقى جوة قلبها إيه؟ مش حافظ ميز يعني ما تلاحظ إحنا إيه اللي هنا ده؟ ونزلك إيه اللي حاصل؟ وساعات هي بتعتبره أنه بيكلفها مالعة طيق وساعات هي تقوله لا يكلف الله نفسا إلا وساعات بتقوله كده مباشرة حتى لو قلها أنا عايزة أشوفك جميلة طول الوقت آه صحيح أنت قلت لها أنا عايزة تاخد بالك وعلى أن أنا عايزة أشوفك حلوة طول الوقت هي كلمة أن أنت عايزة تشوفها حلوة طول الوقت كلمة عكسية كلمة تتفهم بمعنائين أنها مش حلوة وأنها طول الوقت مش حلوة فزيك لازم تخلي بالك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أدب جميل لما حضرت النبي قال إذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتيان أهله طروقا حتى يعمل إيه حتى تستحد المغيبة وتمتشت الشعثة يعني إيه ما يروحش يروح هاجي مع البيت لكن يعمل إيه يتصب بالتليفون يتصب بالتليفون إيه الناس بقال لي مش واخدة بالها لا لحتى رسول الله سعى 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 بيقول له لما تيه تجد زوجتك على الحالة المرضية فأنت راجع البيت بلغوا من أنت في الطريق ساعتها إيه اللي هيحصل هي هيحصل فيه راحة وسعادة وكثير من المواد دا والرحمة دي أحد أهم موسيرات المواد دا والرحمة في البيوت إيه اللي حاصل طب نعمل إيه بقى إزاي المهارة دي تبقى عندنا عنقول شوية حاجات كده ممكن من خلالها المهارة تكون عندنا إيه الحاجات اللي عندنا أول حاجة عشان أعمل المهارة دي أنا لازم أراحص يبقى أول حاجة عشان أدرك المهارة دي الملاحظة يبقى أول حاجة عشان أدرك المهارة دي إيه هو الملاحظة فالمهارة دي مش هتنزل عليك من السماء وبحذر بلاش حد يعتبر نفسه إنه هو ذكي وعارف الستات الوقت المناسب لها إمتى وهي عارفة الرجالة الوقت المناسب لهم إمتى لا كل واحد له منهج وله وقت مناسب يبقى الملاحظة الملاحظة إيه بقى تلاحظ إيه بقى تلاحظ الوقت اللي هو بيقولها فيه الكلام الجميل تلاحظ الوقت اللي هو بيكون إيه لو وقت كوبات كسرت يقولها معلش ما فيه حصلش حاجة الوقت ده هو وقت حلو قوي لاحظيه بقى إنه هو إيه الوقت اللي هو فيه إيه حبيبتي تحب ننزل نتماشى مع بعض آه الوقت ده مهم حلو ده حبيبتي مش عايزة حاجة أنزل يجيبها لك آه ترصد الأوقات دي بقى احنا نعمل بحث علمي آه يا سيدي الحاجات دي مهمة جدا جدا لأنها تفرق دي بتوفر سنوات ضوئية في الحياة الزوجية إنه أنت تبقى عارف الوقت المهم اللي زوجتك ممكن يكون وقت مناسب لها إنه أنت تتكلمها في حاجة أو الوقت المهم أو الوقت المناسب اللي زوجك يكون مناسب لني نتكلمي معاه فيبقى أول حاجة الملاحظة نلاحظ ونكتب والله لو كتبنا أو لاحظنا نكتب وبعد كده نعمل إيه نجرب أروح مرة كده في الوقت ده آه حبيبي ممكن نتكلم مع بعض آه تفضلي طبعا آه تفضلي طبعا وأنا استخدمي الأسلوب كويس بقاه التجريب جاب نتيجة آه ممكن نتكلم مع بعض لا مش للوقت يبقى دي فوتت مني يبقى هاشطب على الوقت ده طيب تلاقي تلاتة أربعة أوقات هو ده الوقت المناسب اللي ممكن نتكلم فيه بأول حاجة الملاحظة تاني حاجة نجرب بعد ما نجرب نعمل إيه أنا وبتكلم معاه أأكد ده بقى أأكده إزاي بقى حبيبي أنا بلاحظ أن الأوقات دي بتبقى والله والله العظيم بقى حاسس براحة حاسس بسعادة فتعمل إيه بقى فتأكد على ده يقول لها أنا بحس بقى والله بحس براحة أنا مش عايزك تحس بأن أنا تفع لكن لما فريق بيكسب بحس أهو الواحد فرحة أنت عارف الحاجات البسيطة دي بتفرح الواحد تقول له عندك حق يبقى يتأكدت أن الوقت ده وقت إيه مناسب ممكن تكلمه فيه فتأكد الوقت ده أوه لما تحس أن أختها زارتها ومشت مبسوطة يقول لها الحمد لله العزومة كانت كويسة وتسلم إيديك تقول له أنا بعد ما أختي بتجي لي وبنقل مع بعض بحس بدا يقول لها أنا بحس برضو أن أنت وكأن عندك سعادة بالقة وتقول له والله العظيم آه وقت بيبقى حلو قوي يقول له عندك حق طبعا يروح مأكد على الوقت ده يبقى ثالث حاجة التأكيد يبقى أول حاجة الملاحظة ثاني حاجة التجريب أجرب ثالث حاجة التأكيد منا خلاص أكد رابع حاجة بقى التسبيت إن أنا عامل إيه أقول لها خلاص إيه رأيك في الوقت الفليني ده بعد ما تخلص لم تشعر نتكلم يقول ليه آه يوماشي موافق أنا فيبقى إيه يحصل بقى التسبيت باتفاق إن إحنا هنتكلم في الأوقات الحلوة اللي الواحد يبكون فيها المناسب يبقى عندنا أربع خطوات ملاحظة تجريب تأكيد تسبيت حلو أوي المهارة دي تتعامل بالأربع سلوكيات دي لو الإنسان عمل كده بيرتاح كده وعشان كده لما يكون الكلام ده حاضر بيننا الحياة تبقى إيصار بكتير على فكرة تكون الزوجة الصالحة اللي ألعن حاضرة النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرات يبقى إيه اللي حاصل يبقى المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرات إمتى في الأوقات المناسبة وإذا أمرها أطاعت برضو في الأوقات المناسبة إيه اللي حاصل وإذا غاب عنها حافظت فلابد أن أنت تعينها على أنها تبقى كده ففيه مواطن مهم جدا أن أنت تختار الوقت المناسب فيها مع الزوجة وإيه في حالة الفقد أو الأحداث المؤلمة لازم تعرف إيه الطريقة المناسبة لزوجتك في التخفيف عنها يعني مثلا على سبيل المثال مش وقت مناسب أن بعد الوفاة أن أنت تيجي تقول لها إيه مش معقولة كده إحنا نعترض على قضاء ربنا فيه رجالة بيقصدوا في الوقت ده أنه هو في الوقت ده يتحولوا إلى ناصحين وحكماء مش وقت ده مش مناسب ولذلك إحنا لابد أن إحنا نكون فاهمين المثالة بشكل واضح فلابد تختار الوقت المناسب لها عشان ما تكلحاش لأن زوجتك في الوقت ده بتبقى في أمس الحاجة أنها تفهم ولذلك ده لما تختار أنت الوقت المناسب ساعتها تدق حلاوة أنت من أهل إيه من أهل هذه الآية وما يؤت الحكمة فقد أوت يا خيرا كثيرا إيه اللي حاصل يبقى أنت على طول هتهرف الندوة من الحكمة وجه ذلك الزوجة على فكرة لما تطبق الأربع حاجات اللي إحنا قلناها دي إيه اللي حاصل لازم ساعتها تقعرف الوقت المناسب عشان تنصح زوجها في الشيء لنفسها إنه هو يرعي لكن لو جات له في وقت غير مناسب مش وقت من الأوقات اللي إحنا قلنا زيها تكتشفه ده إيه اللي حاصل هيعتبرها كل اللي هي بتعمله إنه بتنتقده طول الوقت ليه طيب لكن لو عملت ده في الوقت المناسب هيحس إيه ده ده عندها حق وهي بتحبني والله وبتنصحني مع إنها حريصة إن زوجها مثلا ينزل من وزنه فما ينفعش تقول له الكلام ده وهو بيأكل بتقول أنت مش ملاحظ إن انت محتاجة تخص شوية هيعتبرها بتسمم عليه الأكل مش وقت مناسب خالص إنها تتكلم معها كده وهو برضو مش وقت مناسب خالص إن هي بعد ما رتبت البيت يقول لها مش هتحط أي ريحة برضو ده مش وقت مش مناسب خالص لكن إمتى هيتقال بشكل لطيف وقت تاني وإحنا عارفين حديث الرسول اللي الله صلى الله عليه وسلم إن هو كان دايما بيؤمرنا بأن نحن نعدل أوضاعنا في أخط الغضب فيعود لو كان واقف ليه طيب عشان يهدى لما يجي يتخذ القرار أو ينفعل ففكرة إن انت تكون في الوضع المناسب في الوقت المناسب ده مهم جدا وعشان كده لو الزوجين موجودين في تجمع والزوج شايف حد من سيدات العيلة بتعامل أولادها بطريقة هو شايفها مناسبة ونفسه زوجته تعمل كده زيها فلابد إن هو اختار الوقت المناسب مش لازم قدام قدام قريبتها ويقولها شوفي الستات شوفي الست بتعمل ايه مع أولادها أظن ده هيبقى شيء محرق جدا 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 عندي شوية حاجات إجراءات ممكن نعملها عشان نقدر نوصل ليه نوصل لهذه المسألة احنا قلنا خلاص البروسيس في الأربع خطوات دول الملاحظة ثم التجريب ثم بعد الملاحظة والتجريب بيأتي التأكيد وبعد التأكيد بيأتي التثبيت كل ده احنا شرحناه بالتفصيل احنا ممكن يساعدنا بعض الإجراءات إن احنا نبقى رايبين من هذه العملية إن احنا مثلا زي ايه كل يوم نتحدث مع الشريك حياتنا عشان نعرف أخباره عشان نقدر نكتشف نقدر نلاحظ نخليه تكلم عنه وإن هو يتكلم عن ايه ونسأله النهاردة ما كانش فيه وقت مرتاح فيه آه والله ده لما حصل لما عملت المكلمة الفلانية أروحانا لقت على طول الوقت ده وأروح شايله في الرصيد الحاجة التانية اللي ممكن نعملها كمان وتزود كمان قدرتنا على هذه المهارة إن أي تصرف أنا بعمله لازم أوزنه أوزنه بايه بالرحمة والخير والجمال ثالث حاجة اللي احنا لازم نعملها بشكل واضح عشان نقدر نوصل لده إن احنا دايما نسأل أحبابنا على الحاجات اللي بيحبوها وخاصة انتوا بتحبوا أي وقت ممكن تعودوا فيه وتتأملوا أو أي وقت بتحبوا فيه الكلام نسأل السؤال مش بس محرومش السؤال مهم جدا 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 لمعرفة شركة الحياة وإحنا لو قدرنا نعرف شركة الحياة وقدرنا نعرف الحياة دي هيكون في غاية الروعة وفي غاية الجمال يا سيدة مهارة اختيار الوقت المناسب ده عامل بالزبط زي الواحد اللي بيصلي في وقت الصلاة يعني إيه زي الواحد اللي بيصلي في وقت الصلاة ما ينفعش إن الصلاة هتكون بطلة إذا صلتها قبل وقتها وكذلك الدعم وكذلك الكلمة الحلوة وكذلك أي حاجة ما تستغربوش لو هو واحد قال كلمة حلوة وما لقاش رد الفعل الحلو اللي هو منتظر لأنه ممكن يكون قالها في وقته مش في الوقت المناسب وما تسألش نفسك هو من ساعتها الغلطان طبما تقدر الكلام اللي تقلها طبما يقدر الكلام اللي تقلها أنا بقولك مسألة سهلة اتدرب على اختيار الوقت المناسب اللي أنت تقدم فيه الدع واللي أنت تقدم فيه النصيحة واللي أنت تقدم فيه الكلام الحلو واللي تقدم فيه كمان التعبير عن الحب لو تعلمت المهارة دي يا شريك حياتك هيحس إن أنت إيه هيقول للتعبير أنت فهمني قوي وأنت بتجيلي في وقتك وعشان كده أنا ما أقدرش أعيش من غيرك مهارة عجيبة في غاية الروعة وفي غاية الجمال يا رب لهمنا أن احنا نكون من أهل المهارة دي على الدوام وجعلنا يا رب دايما من أهل التوفيق والسداد